موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة معكم النيل مباشر تغطية خاصة لأهم الأحداث التي تفرض نفسها على متابعات حضراتكم في حلقة اليوم نلقي الضوء على أهم الملفات العربية والعالمية ونتناول ملفين تحديدا الأول نتحدث فيه بالنقاش والتحليل عن تأجيل السلطات العراقية مسألة تكليف شخصية بتشكيل الحكومة العراقية إلى الأحد القادم كمهلة جديدة وذلك بعد فشل التوافق على تسمية رئيس وزراء جديد خالفا لرئيس الوزراء المستقيل على خلفية الاحتجاجات واسعة النطاق موسيقى في الملف الثاني نتحدث موسيقى في الملف الثاني نتحدث عن اتجاه بريطانيا للتصويت على اتفاق بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة لمجلس العموم بعد حصول حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء بورس جونسون على اغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة البعض يرى ان التصويت سيذهب إلى التصويت بالإيجاب على خروج بريطانيا موسيقى اذا هذه اهم لان حلقة اليوم نخرج إلى فاصل ثم نبدأ معكم الحديث بالتفصيل موسيقى موسيقى اهلا بكم مجددا مشاهدنا الكرام إلى وقفتنا الحوارية الأولى والتي نتناول فيها تطورات الأوضاع في العراق فقد حدد المسؤولون العراقيون مهلة جديدة تمتد حتى الأحد القادم لتسمية مرشح لتكليفه بالتشكيل الحكومة القادمة وذلك مع انتهاء المهلة الدستورية وفي ظل تخوف من دخول البلاد إلى المجهول في حال استمرار الاحتجاجات رغم عملية اختطاف واغتيال ناشطين وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي سيتم اسناد المهمة إليها قال مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية لوكالة فرانس بريس إن السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظرا إلى أن الجمعة والسبت يعتبر بمثابة يومي عطلة أسبوعية في العراق تأتي هذه التطورات بينما لم يتمكن البرلمان عند منتصف ليلة الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل لمدة 15 يوماً نتابع تفاصيل أكثر حول تطورات الأوضاع في العراق في سياقات التقرير ثم نبدأ معكم النقاش مهلة جديدة أعلنها المسؤولون العراقيون منتصف ليلة الخميس مع انتهاء المهلة الدستورية لتسمية من سيخلف رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي وسط تخوفنا من دخول البلاد إلى المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية ومع غياب وجود اتفاقنا بين الكتل البرلمانية في مجلس النواب على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة أعلن مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية اتفاق السلطات على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد المقبل نظراً إلى أن الجمعة والسبت يوماً للعطلة الأسبوعية في العراق غير أن المهمة صعبة على أي مرشح لينال ثقة البرلمان ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وانسحاب المحتجين بعد أكثر من شهرين من التظاهرات والتي أصفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألف آخرين وفي حال عدم التوافق يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ السياسي أن يصبح رئيس الجمهورية برهم صالح رئيساً للوزراء لمدة 15 يوماً على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً ويعد البرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث وقد فشل نواب الأربعاء الماضي في الاتفاق على إعادة سياغة قانون الانتخابات وهو الإصلاح الأكبر التي قدمته السلطات العراقية إلى المحتجين حيث تم رفع الجلسة حتى يوم الاثنين القادم ويطالب المحتجون ومعظمهم من الشباب بإصلاح النظام السياسي والذي يعتبرونه فاسداً بشكل كبير ويتسبب في إفقار معظم العراقيين وكانت الاحتجاجات قد أحدثت هزة في العراق بعد عامين من الهدوء النسبي الذي أعقب هزيمة مسلح تنظيم داعش الإرهابية وقد تسببت النزاعات بين الأحزاب السياسية التي تتشبث بالسلطة في تأجيج الأزمة بما يهدد بمزيد من الاضطرابات مع نفاذ صبر المحتجين للمزيد من المتابعة لتطورات الأوضاع في العراق أدعوكم لترحيب ضيفي الكريم الذي أنضم العين عبر الهاتف من القاهرة دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي لإدراسات السياسية وأبدأ معك دكتور محمد مباشرة بقراءتك لمجمع هذه التطورات يعني انقضت المهلة التي من المفترض أن يتم تسمية فيها رئيس وزراء للعراق دون أن يتم تحديد اسم لهذه المهمة هل دلالات ما يمكن أن نقرأها من خلال عدم توافق القوى السياسية على تحديد اسم يتولى هذه المهمة؟ طبعا بعد التحيل حضرتك ولمشاهدين الكرام يعني الأزمة في العراق هي أزمة فعلا أزمة سياسية طحيلة فيما يتعلق طبعا بانتهاء المهمة الدستورية وأنا أتخيل حتى أن بعد حتى ربما اللجوء إلى معضوع الخمسة عشر يوم التي يتولى فيها رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء حتى تشكيل ربما حكومة أخرى أو تسمية رئيس للحكومة أتخيل أنها أيضا ربما لا تكفي حتى لإختيار الرئيس يعني يا سيد الفاضل المشكلة ليست فيه اختيار اسم معين أو تسمية اسم رئيس للوزراء لكن المشكلة هي التوافق السياسي لدى النخبة السياسية العراقية والمحتاجين أيضا في العراق بمعنى طبعا المحتاجين مطالبهم الأساسية هي تغيير النخبة السياسية وتخيل أن المطالب ربما تتشابه حتى مع الأزمة في لبنان حتى أن الموضوع نفسه ربما يتشابه فيما يتعلق برفض النخبة السياسية الموجودة حاليا ويعتبرها أنها نخب ربما أتهمت بالفساد وأنها لم تقم ربما بتلبية المطالب طبعا دكتور محمد طالما حضرك وضعت يدك على هذه النقطة ربما هي العقدة الحقيقية حسب رأي الكثيرين الآن الشارع العراقي لا يثق فيها النخبة والنخبة هي المنوض بها الآن تحديد اسم رئيس الوزراء كيف تأتي هذه المفارقة أو كيف سيتم الخروج من هذا الصدام يعني أنا شايف أن المشكلة الرئيسية ما زالت ربما من الجانبين بمعنى حتى أن ربما المتظاهرين لديهم مشاكل يعني لعل المشكلة الأبرز في التظاهر سواء في العراق أو في لبنان أو حتى كان في الجزائد فترة من فترات هي عدم وجود ربما مسمى معين أو ربما حتى قائد معين لهذه المظاهرات بمعنى انظروا إلى العراق على سبيل المثال تجد أن ربما معظم التظاهرات من الشباب العراقي لكن من الذي ربما يرفع هذه المطالب ويتحدث بشموم لا يوجد متحدث رسمي حتى يتم التوصول إلى توافق ما بين النخب الموجودة حاليا والموجودين في الشارع العراقي وطبعا دي مشكلة كبرى اللي أنا بس نقطع حضرك مواطعة بسيطة لأنه البعض بيران ده مصدر قوة لهذه التظاهرات أنه ليس لها رأس محدد حتى الآن بالعكس بالعكس أراها ربما من أبرز مظاهر الضغفة فيه كل المظاهرات سواء في لبنان أو في العراق لأن طبعا عدم وجود ملمح واضح أو شخصية واضحة للمظاهرات فيما يتعلق بهذه المسألة ربما حتى أن بعض الجماعات الإرهابية ربما تسلل إلى هذه المظاهرات طبعا بدعوة أنها ربما تقوم برفض النخب السياسية لإحداث فوضى أنا أتخيل أن المشكلة الأبرز هي لابد أن يكون هناك قائد لهذه التظاهرات ويتم طبعا التفاوض ما بين هذا القائد من خلال مطالب محددة مع النخب السياسية حتى يتم الوصول إلى ربما وضع محدد لكن النخب الموجودة ربما السياسية تتحدث أن المظاهرات ليس لها سقف محدد لمطالبها وبالتالي طبعا تزيد الأزمة شوءا إضافة طبعا للشيء أهم جدا أن التوزيع السياسية في العراق هي توزيع معقدة للغاية فيما يتعلق طبعا بربما أنصار مقتدى الصادر فيما يتعلق أيضا بالنخب السياسية الموجودة فيما يتعلق أيضا ربما بالدعم الإيراني كلها أمور تصبح في النهاية في عدم وجود خريطة للاستقرار إلى أن تتشكل هذه الرأس المنتظرة لقيادة الثورة في شرع العراقي هل الشرع العراقي يطلب المستحيل؟ والذي هو إزاحة كل النخب السياسية عن مشهد السياسة العراقي؟ فضل أعتقد طبعا أن مسألة إزاحة النخب السياسية في كل الدول حتى في العراق في لبنان حتى في الجزائر إلى المطالبهم إزاحة كل النخب السياسية أتخيلها ربما مهمة شيء مستحيلة يعني عندما نتحدث عن إزاحة النخب السياسية نحن نتحدث عن رفض أحزاب سياسية نتحدث عن رفض كل الموجودين على السياحة السياسية إذن هل نأتي بشعب جديد؟ يعني أنا أعتقد أن المشكلة هنا هي مشكلة ربما رفض بعض الوجوه يعني عندما نتحدث بمنطقية ووقعية نعم هناك رفض لبعض الوجوه لكن ليس رفض للكتل السياسية بأكملها على سبيل المثال هناك كتل سياسية مثلا في الدولة العراقية وهناك أحزاب سياسية راسخة في الدولة العراقية هل معنى الرافض هو رفض هذه القتل ببرامجها بكل ملامحها أنا أتخيل المشكلة سيد الفاضل سواء في العراق في ربنان هي أزمة اقتصادية أدت إلى أزمة سياسية بمعنى أن ربما الشعب العراقي ربما يشعر أن هذه الدولة طبعا منذ عام 2003 احتلال عراقي ثم بعد ذلك اختلافنا بين النخب وتدخل إيراني ربما كل الأمور أدت في النهاية إلى نعم خلينا ننظر برضو للموضوع بعيون الشعب العراقي حتى لو نظرنا إليه من ناحية الاقتصادية هذه النخب أسند إليها على امتداد عقود مضت أو على الأقل الفترة من بعد الاحتلال الأمريكي والإطاحة بنظام صدام حسين هذه النخب أسند إليها إدارة الملف الاقتصادي وشؤون حياة الناس والنتيجة الآن وصلنا إلى انسداد كامل في النواحي الاقتصادية أو في الأفق الاقتصادي هل هذا يبرر سحب الثقة من هذه النخب على لسان الشعب العراقي أو برأي الشعب العراقي؟ يعني طبعا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أمريكا عمدت إلى ربما تعطيل الحياة السياسية في العراق ونهب صلوات العراق طبعا وربما التعويض بالنخب السياسية الموجودة المحالفة المتحالفة أو المواطئة للولايات المتحدة الأمريكية بعد الرحيل الأمريكي طبعا استمرت هذه النخب على هذه الوضعية لقد اعتادوا على ذلك وبالتالي فالمشكلة هنا أن الخير العراقي لم يعود على الشعب العراقي بقدر ما عاد على النخب السياسية كما أشارت المعليك في البداية هي أزمة اقتصادية بالأساس لكن طبعا جزورها سياسية من خلال هذه النقاب إذن رفض النقاب السياسية نتيجة لأن هذه النقاب السياسية ربما عيمنت على الأوضاع الاقتصادية والسلوات الاقتصادية للدولة العراقية ولم يعد على المواطن العراق بشيء رغم أن العراق دولة غنية بالأساس وكلنا نعلم سيلاك فيما يتعلق بسلوات نفطية أو ما إلى ذلك نعم طيب سدناك دكتور محمد وشاركنا الحديث أيضا عبر الهاتف من العراق دفنا الكريم السيد باسل الكاظمي المحلل السياسي العراقي أنضم إلينا تحديدا من بغداد أهلا بك سيد باسل أعتذر لك دكتور باسل فخد الاتصال بك لكن هذه المرة أعود إلى دكتور نبيل محمد سليم أستاذ العلوم السياسية أيضا أنضم إلينا من جامعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد وأنضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد أيضا أهلا بك دكتور نبيل أعلم مرحب كنت أناقش مع ضيفي هنا من القاهرة دكتور محمد صادق فكرة أن الشرع العراقي سحب الثقة من جميع النخب السياسية العراقية أو هكذا يجتهد أنه يزيح كل هذه الكتل السياسية أو النخب السياسية الموجودة في المشهد العراقي ولكن هذه النخب هي المنوط بها تسمية رئيس الوزراء العراقي المنتظر كيف تبدو هذه المفرقة بالنسبة لك وأيضا رغم ذلك هذا النخب لم تتفق حتى فيما بينها على رئيس للوزراءة حمل المسؤولية في هذا التوقيت نعم مساء الخير أولا أهلا بيك أفضل أنت واحدة بالتعليق بسيط على بيتك الكريم المشكلة في العراق ليست مشكلة اقتصادية خرج عليهم طلاهرون ويتفق عليهم أموم الشعب ليست المسألة الاقتصادية المسألة قادية للواجهة فقط المشكلة الأساسية هي اختبار الوطن وجرح الكبرياء الوطنية العراقية هذه هي التي دفعت العراقين بشكل عام لخروج في التظاهرات ودعم شعب الكبير بهذه التظاهرات المشكلة الأساسية الآن هي طبعا هي في النخب السياسي أو الطبقة السياسية التي تحكمت من أوضاع في العراق منذ 2003 وحتى الآن على وفق مدى المحاصفة الحزبية والوطنية والطائفية في العراق والتي لم تفعل شيئا حقيقة للعراق وإنما تراجع دور العراق ترجع كل شيء في العراق حتى وصلنا إلى مرحلة تدهور الانتياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي طبعا المشكلة الآن المعقدة أكثر هي أن ذات الطبقة السياسية متمسكة بالانتياسات التي حصلت عليها وفي المراقع التي حصلت عليها وتحاول إعادة تدوير نفسها خلافا لما يريد الشارع من إزاحة هذه الطبقة بالكامل إذا ذنت لي أطرع على حرك سؤال ربما دكتور محمد صادق هنا في القاهرة طرحه هل يعقل أن جميع النخب السياسية في العراق فاسدة هل يعقل أن تتم إزاحة كل هذه النخب الموجودة في المشهد السياسي ولعله تساءل أيضا بشكل متعجب هل يعني ذلك أن نأتي بشعب جديد في العراق طبعا هناك أكيد الأكيد الخيرين لكن للأسف الغالب في هذه الطبقة السياسية هم الفاسد والباقيين لا يستطيعون أن يفعل شيئا بإزاحة هذه الطبقة السياسية بدون دعم حقيقي هذا دعم الحقيقي سيأتي من الشعب الشعب الضعب هو الذي يستطيع أن يحرك الشرع هو الذي يستطيع أن يفرغ إرادته في النهاية على هذه الطبقة السياسية لذلك الخيرين في موجود في الطبقة السياسية لكنهما يستطيعون لكن هذا الأمر لم يأتي هكذا على لسان الشعب العراقي العراقيون وطالبون بإزاحة جميع الموجودين في المشهد السياسي هذا صحيح لأنه يحملون بجميع الجميع الأوضاع في التلات هم يتطلعون إلى تغيير حقيقي في هذه الطبقة السياسية أن يأتي أناس قادرين أولا لهم رؤية واضحة في استخدار الجلال لديهم استراتيجية واضحة لأهداف الناسية التي يحققوها ويعملون بمأسل إراق وليس من أسل مصالح خاصة بهم أو بأحزابهم أو بماطقهم أو حتى بأطراف خارجية أو دولية لتعمل على تحقيق مصالح على حساب مصالح الإراقين يبقى سؤال الأهم هذه الشخصية المنتظرة التي ستخلف سيد عبدالعبد المهدي يعني برأيك هل هي موجودة؟ هل ممكن أن تظهر بشكل يعني يجنب العراق مجموعة الفتن الحديثة الآن أم أنه يبدو ظهور بين قوسين المهدي المنتظر أمر غاية في الصعوبة؟ لا يعني لأن توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لإجراء مثل هذه السهلية لذلك الطبقة السياسية الآن بعد أن يفترض أنها أدركت أخطائها وما تصدق به من مكسات في العراق ممكن أن تجد العراق فيه الكثير من الكفاءات القاجرة على أن تنهر في المجالات في واقعها في مختلف المجالات في وقت قصير جدا قد لا يتوقعوا لي الكثيرين لأن كل الإمكانيات التغيير موجودة في العراق هو مهدي طرور من شرية طرور طبيعية إلى آخر لكن المشكلة هي في الإرادة السياسية وفي تمثل هذه الطبقة السياسية في مواقعها ومعروف أن العادة من التغيير لا بد أن يجابها في قوة تحاول الإبطاء على المضع القائد وقوة أخرى تريد التغيير بالنتيجة أعتقد أن إرادة الشعبية التي تتصر وهي التي تتصر التغيير على هذه التغيير السياسية إذا لم يكن من خلال العليات التستورية أو المطالب للسياسية وبالتالي ستجهرهم على أن يتخلوا عن هذه السلطة ويتركوا المجال للآخرين في عيد بناء أعود لك مرة تانية دكتور محمد صادق في القاهرة هل يمكن القول بأنه ما يجري في العراق حسب رأيي البعض هو مواجهة حقيقية ما بين الشرع العراقي أو رغبة الشرع العراقي في التغلب على مفاهيم أو مجموعة من الأسس ظلت راسخة حاكمة لتركيبة المجتمع مبنية على المحاصصة والطائفية والعشائرية هل يمكن النظر للموضوع من هذه الزاوية العراقي يحاول أن يتخطى هذه المسألة مسألة الطائفية والقبلية يعني شوف أخي الكريم كل دول العالم فيها موضوع الطائفية والمحاصصة يعني لن تجد في أي دولة من الدول مجتمع متجانس لكن الرغبة الرغبة طبعا في الرغبة السياسية هي التي ربما تدير المشهد فيما يتعلق بهذه المسألة ربما نتوافق على أشياء لكن نختلف على أشياء أخرى لكن طبعا الرغبة في استمرار الوطن وبقاء وطن هي التي تدفع الجميع ربما للتنازل جزئيا عن بقاء المطالب في مقابل طبعا بقاء الوطن نفسه هذا في كل دول العالم ومنها الدول العراقية أنا أنظر طبعا للمسألة من هذه الجانب المتحدة طبعا باحتلالها العراق هي التي ربما ثبتت وركزت هذه المسألة إضافة لبعد هام جدا هو البعد الخريجي في المسألة العراقية بمعنى أن ربما طبعا وانظر إلى البعد الإيراني تحديدا إيران ربما حصلت على بعض المكتسبات في العراق بعد 2003 من خلال وتدخل مباشر في الشأن العراق وأنتخيل أن اليد الإيرانية ما زالت تعبس في أمن العراق فيما يتعلق بهذه المسألة أنا أنظر إلى الحل من منظور آخر هو أن الحل أنا أعتقد أنه لابد من توافق سياسي بين كل الجباهات السياسية الموجودة أو الكتل السياسية الموجودة على مشروع وطني في الأساس هذا المشروع الوطني قائم على ربما نوع من ربما وثيقة تحدد المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالدولة العراقية فيما يتحدد بالمسؤوليات أعتقد أنه ربما هذا هو الحل لكن الحل أنه سمي رئيس حكومة أتخيل أن أي رئيس حكومة لن يستطيع النجاح إلا إذا كان هناك توافق من اللقبة السياسية أنا ربما أدو حضرك لنظرة بانورامية أكثر شمولا على ذكر لبنان وأيضا وبعض الثورات أو الحراك في بعض الشوارع العربية نعم هل دكتور محمد مفهوم الدولة في العالم العربي بحاجة اللي عادت تغيير أو عادت تقييم نفسه مفهوم الدولة الذي استقر بعد الثورات التحرر في منتصف خمسينات القرن العشرين والمثاق الذي وقع ضمنا بين الشعوب ومفهوم الدولة بعد ثورات التحرر هل هو بحاجة أو الدولة بحاجة لأن تعيد حساباتها أو قراءة المشهد من جديد بمعنى أنه ينبغي عليها أن تلبي طموحات شعوبها بشكل أو باخر لعل هذه الفكرة ربما هي ربما فكرة شاملة وعامة ولكن أعتقد أنها تخدم نقاشنا في هذا السياق بالتأكيد بالتأكيد مفهوم الدولة نفسه مفهوم متغير بمعنى أن الدولة ربما كان ينظر إليها فترة من فترات باعتبرها ربما هي الأمن وهي الحامية ربما للشعب لكن المفهوم تغير مع تغير الفكر السياسي نفسه يعني مثلا على مدار الأعوام ربما انتقلنا من فكر اشتراكي ربما يهي من عليه الدولة إلى فكر الليبرالي يدعو إلى الحريات وبالتالي فأنا أخير أن هذا المفهوم انتقل إلى العالم العربي طبعا من خلال الموجة الأولى ثم الموجة الثانية من المظاهرات والحركات الاحتجاجية لكن ينخص طبعا الرؤية نفسها بالنسبة للشعب هل الشعب الشعوب العربية كلها كانت مدركة ليه لمفهوم التظاهر ومفهوم الاحتجاجات هل كانت مدركة الشعوب العربية وهي تتحرك نحو الاحتجاجات إلى نتيجة هذه الاحتجاجات وإلى مفهوم التغيير السياسي يعني أعتقد أن ربما وخلينا أن نجلد أنفسنا بعض الشيء يتعلق بالثقافة السياسية والتنشئة السياسية لشعوبنا العربية هل الشعوب العربية كانت منشأة سياسيا على مفهوم التغير وتقبل التغيير السياسي وموضوع التداول السياسي للسلطة أنا أعتقد أن كل هذه المفهوم كانت مفهوم شبهة غائبة عن المواطن العربي فيما يتعلق بهذه المفهوم بس حتى في هذه النقطة المسؤولية مسؤولية الدولة برضو دكتور يعني الدولة المفروض أنها بتنشئ أجيال على مفهوم ربما بتاخدهم مفهوم الدولة عموما ربما ليس المجال البحث في هذا الموضوع لأنه يطول أعود لك مرة تانية دكتور نبيل المشهد في العراق بدأ يعني شكل أشكال العنف يتطور فيه بشكل لافت مسألة اختطاف واغتيالات ومشابة إلى أين أدب الشرع العراقي في هذه الزاوية زاوية العنف أو حالة عدم الاستقرار يعني هذه حالة العنف التي تشدل ساحات التراهر الآن ليس مسؤولا عنها المتراهر المسؤول عنها هي أطراف أخرى لا تريد لهذه التراهرات أن تصل إلى مداهن نهائي يعني في حدوث التغيير بالتأكيد والمثالي تحاول جربت ولا زالت تجرب مختلف الوسائل لكي تثني المتراهرين عن مطالبة بحقوقهم الرئيس أعتقد أن ننفنجح لمسعها لأنه كل المعطيات تشير إلى تزايد موجة التراهر وتطميم كبير من قبل المتراهرين على البقاء في ساحات التراهر حتى تحقيق مطالبهم وحقوقهم كلما زادت هذه الإجراءات السوفية سواء كانت من قبل قوات أمن أو شرطة أو من قبل قوى أخرى يعني تكون خارجية أو تاخدية يعني هل يمكن القول بأن المسألة الآن باتت بأشبه برعبة قدم الأصابع بين الطرفين يعني المطالبهم مصرون على موقفهم ويسندهم الشعب بالكامل في غرورة تراء التغييرات وأطراف الأخرى من الطبقة السياسية وأطراف أخرى خارجية لها مصالح تريد تحقق على حساب المصدح العراقية تحاول تشبه الوسائل ترهيب حتى ترهيب بمحاولة تتعرض هذه التبرات لكن حتى الآن ليست هناك من المؤشرات لي على نجاح هذه التبرات مهما كانت خسوة هو لكن برأيك برأيك دكتور تريد واضح على مدى تمسك المستوى المستوى وأيضا برأيك هل سيتحمل الشرع العراقي هذا الضغط أو هذا العنف كل المؤشرات تشير إلى أن الشرع العراقي يستعد الانتهاء إلى النهاية بتظاهرات في المطالب بحقه ولا يسمح للطبخ السياسية بأن تفرض رؤها على الآن تحاول هذه الاتفاقات الاتفاق على المطالب من خلال قوانين قوانين بحق المصالح هذه الطبخات بشكل ضخل نعم فيها تغييرات لكنها لا تصد الكامل في المصالح العامة وتحاول أيضا أن تعيش بمسلا تقليل ترشيح تخطيات بديلة لرئيس الوزراء وهي مرفوضة حتى الأمس آخر المترشحين كان مرفوضا من قبل شحات التظاهر والثروط واضح عن مقبل المترشحين من المنطقة أن يتولى هذه المسؤولية والآن المسؤولية لدى سيد رئيس الجمهورية بالأمس أيضا بعث رسالة إلى المحكمة الاتحادية لتفسير يعني موضوعة الكفة الأكبر ومن يرشح فيها في كلها محاولات تقليل يائسة من قبل هذه الطبقة السياسية للإتفاف على المطالب الأساسية للمتظاهرين والشعب العراق بالنتيجة كل المعشرات تشير إلى أن الشارع باهر إلى مولان هذه المطالب الحقوق أشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل محمد سليم أستاذ العلوم السياسية بجماعة بغداد متحدثا إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية وأشكر أيضا ضيفي الكريم الذي شاركنا الحديث عبر الهاتف من القائرة دكتور محمد صادق إسماعيل نخرج ثانية في حلقة الليلة أو في حلقة اليوم والحديث عن التصويت على بريكسيت في مجلس العموم البريطاني ابقوا معنا أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام إلى موضوعنا الثاني في حلقة اليوم والذي نتناول فيه بعد تأجيل بريكسيت ثلاث مرات وأزمة سياسية استمرت ثلاثة عوام ونصف العام وتنظيم انتخابات مرتين يبدأ مجلس النواب البريطاني تبني اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي يتفاوض رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بشأنه تمهيدا لتنفيذه في نهاية شهر يناير القادم يفترض أن يتم التصويت في قراءة ثانية بعد ظهر اليوم الجمعة في وست مانستر مقر البرلمان البريطاني من أجل إقراره نهائيا بعد الانتهاء من الاحتفال بالأعياد وبقيادة أغلبية تصل إلى 365 نائبا من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم منذ فوزها السحف في الانتخابات التشريعية التي جرت في أثاني عشر من ديسمبر سيحصل رئيس الوزراء هذه المرة على الأرجح بلا صعوبة على دعم عضاء البرلمان المؤيد بشكل واسع لتنفيذ بريكسيت تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي بعده نبدأ نقاشنا في هذا الموضوع بعد تأجيل إبرام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت ثلاث مرات وأزمة سياسية استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام وتنظيم انتخابات مرتين يعمل نواب البريطانيون على تبني اتفاق بريكسيت الذي تفاوض عليه رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بشأنه تمهيدا لتنفيذه في نهاية يناير المقبل وبقيادته أغلبية من 365 نائبا من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم منذ فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجرت في الثاني عشر من ديسمبر الجاري سيحصل رئيس الوزراء هذه المرة على الأرجح بلا صعوبة على دعم أعضاء البرلمان المؤيد بشكل واسع لتنفيذ بريكسيت وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليذا بريس الثانية لن يبقى سوى إقرار الاتفاق في البرلمان الأوروبي لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في الحادي وثلاثين من يناير الفين وعشرين بعد سبعة وأربعين عاما من حياة مشتركة مضطربة جونسون أكد في بيان صادر عن مكتبه إن هذا اليوم هو يوم تحقيق وعد قطع للشعب البريطاني وذلك بأن التصويت على بريكسيت سينجز في عيد الميلاد رئيس الوزراء الذي تولى السلطة في نهاية يولو الماضي جعل من بريكسيت أولوية برنامجه الذي تحدثت عنه الملكة إليزابيس الثانية الخميس الماضي في خطبها التقليدي في جلسة افتتاح البرلمان بمجلسيه عقب الانتخابات التشريعية المبكرة ويشكل الموعد الرسمي لبريكسيت بداية لمرحلة مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل التواصل إلى اتفاق جديد لتجارة الحرة كما تبدأ في الحادي وثلاثين من يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 ويمكن أن تتمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من يوليو القادم لكن جونسون يريد إلغاء هذا الاحتمال وأدرج في النص المعروض على البرلمان فقرة تحذر أي إجراء وقد أثار هذا الموقف مخاوف من عواقب خروج البريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على الاقتصاد البريطاني في نهاية 2020 من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيفذل أقصى الجهود لإبرام اتفاق محذرا في الوقت نفسه من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيترك أثرا على بريطانيا أكبر مما سيكون على الأوروبيين هذا التقرير بالتأكيد مشاهدنا الكرام قدم الكثير من النقاط التي يمكن بناء عدد كبير من الأسئلة حول بريكسيت دعونا نرحب بداية بضيفنا الكريمة الذي ينضم الأين عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ بهاء محمود الباحث في أشهر الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية أنا بك أستاذ بهاء أنا أستاذ الآن باتت الأمور شبه محسومة بالنسبة لبورس جونسون بحسم التصويت على بريكسيت هل تدف هذا الاتجاه أنه ثمت مفاجآت ربما تنتظر جونسون في مسألة التصويت اليوم لا أعتقد أن هناك مفاجآت محتملة هناك معارضة ضعيفة هناك أغلبية كبيرة داخل حزب المحظين هناك أيضا توافق كبير على مسألة القلوب وفق اتفاق جونسون كما أن هناك ليس أخبار تقول عكس ذلك يعني ليوجد كهونات بموطف يخالف التوافق داخل المحظين لا ليس هناك كتل داخل المحظين سوف تغير الأمر وبالتالي الأرجح هو تمرير مشروع بريكسيت نعم الكرة الآن باتت في ملعب الاتحاد الأوروبي لتنسيق كيفية خروج بريطانيا أم أنه الخطوات القادمة كيف ترى من المعني بها أكثر من الآخر أنا أعتقد الأمر الآن معني بما تريد بريطانيا حاجة للأمر من شكل العلاقة من الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ده أجندة واضحة لأنواع الاتباقيات هل هو هل بريطانيا تريد شكل علاقة مثل تركيا تريد علاقة مثل النرويج تريد علاقة مثل دول سويسرا الكرة في ملعب بريطانيا وليس العجل نعم من جانب آخر طوال الوقت كان لدى الاتحاد الأوروبي أمود من ناحية موقف بريطانيا تجاهه هو لا يعلم ماذا تريد بريطانيا عندما يكون هناك انقسام داخل المحافظين ثم انقسام داخل البرلمان ولا يأتي من وراء كل هذا أي توافق من بريطانيا على شيء حتى يفهم الاتحاد الأوروبي ماذا تريد بريطانيا من زاوية أخرى من زاوية أخرى الأزمة الحقيقية الآن هو أنه كان الرهان أعتقد أن البريكس المرتبط فقط بمسألة توقيت خروض لا الأزمة الحقيقية هو شكل السيناريو التجاري جميع مفاوضات أوروبا عموما مع الدول الكبرى توايا كان مع كندا أو مع أمريكا أو مع اليابان وصيف كلها تأخذ أعوام طويلة هذا يعطي رسالة واضحة لبريطانيا وغيره أنه أي اتفاق استجالي ليس من أستاذ توقيره في عام أو أكثر يعني يقال أنه اتفاق مع كندا مرم أكثر من عشر سنوات تفاوض عزيم وبالتالي أنا بس أعطعك لأن الوقت محدود وبأنضم لينا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن لمشاركتنا هذا الحديث ضيفنا الكريم دكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي أهلا بك دكتور ناصر أهلا بكم إذا كان لحضرتك مشكورا يعني تعطينا خلفيه عن الحالة المزاجية الآن بالنسبة للشرع البريطاني في ظل الأمور باتت شبه محسومة بالنسبة لبورس جونسون في نيل ثقة البرلمان في التصويت على بريكسل كيف تبدو الحالة المزاجية بالنسبة للبريطانيين أولا أقول أن هناك ارتياح من ثلاث سنوات ونصف من التعشر الحكومي وأخيرا الصدام مع البرلمان حول كل فقرة في فقرات الطلاق مع أوروبا ما حصل قد حصل بوريس جونسون وعد كساحر برأيي أنه من السهل الطلاق وقام بمحاولة الآن يريد تسريع واحترام التواريخ هذا برأيي راح أولا المستثمرين الداخليين اثنين أراح شركات الدولية المستثمرة في بريطانيا تعرف على أي طريقة ستمشي ثلاثة برأيي أراح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها شركات معها شركات في الاتحاد الأوروبي والتالي المحافظة على القل 40% من سوق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لكن الكارت الرابح برأيي هو بيده خلال عام الفوز باتفاق مع الولايات المتحدة نعم أنا أتفق أن الاتفاقات التجارية تأخذ وقت طويل ما حصل للآن هو اتفاق الطلاق لكن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هل الاتفاق المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بشخص دونالد ترامب أبقى أن المسألة غير مرتبطة بوجود ترامب في السلطة بالطبع وجود ترامب يعطي عامل إضافي من ناحية تسهيل الأوروبي لأنه ربما هو شجع بورس جونسون في أكثر من مراسبة على الخروج من الاتحاد الأوروبي صحيح لكن التيار المشاكك بالتقارب كثيرا مع أوروبا نقديا يعني عبر عملة اليورو أو سياسيا الجيش الأوروبي الموحد السياسة الموحدة هو قوف بريطانيا قبال وصول ترامب إلى السلطة بالطبع هذا الأمر يعطيه شجاع لكن يجب أن يكون هناك ثمار باتفاق أو على الأقل خطوط تجارية خطوط عامة باتفاق تجاري واحد اثنين نعم المفاوضين الأمريكيين هم الشداء حتى مع الحلفاء بالنسبة للاتفاقات التجارية خصوصا برأيي ليس فقط في الصحة البريطانية يعني خطاع الصحة المنتجات المعدلة وراثيا في أمريكا من الأدوية إلى القمح إلى الزراء التي تفرضها أمريكا على الشركاء والتجاريين لكي يشتروها خصوصا أنا بها استثمارات ضخمة لكن أنا أقول القرد الرابح وكذلك في الشركات في إنتاج الأسلحة بريطانيا لها سوق ممتاز في الولايات المتحدة لبيع أجهزة إلكترونية وهناك شركة أنا برأيي أنها ستتعزز وخصوصا في قطعات تقنية البيولوجية والتقنية المعلوماتية لكن أنا مرة تانية أتمنى على حضرتك تعكس لنا حالة الشارع العراقي تحدثت عن يعني مشكورا في تحليلك عن الصدامة بين الحكومة والبرلمان وما شابه لكن ماذا عن المواطن البريطاني أنا ربما قلت العراقي المواطن البريطاني كيف يريد الخلاص سيدي يريد الخلاص لأن حزب العمال وعدة بعام آخر من الاستفتاء والتشاور ولم يهدمه هذا المواطن البريطاني ليس حبا في الخروج من أوروبا بدون اتفاق لكن جونسون دخل الانتخابات باتفاق عام مع أوروبا بالطبع يبقى الاتفاق للطلاق لكن يبقى الاتفاق التجاري واحد نعم اثنين برأي الراحة البريطانية بحكم أن الجنيه كان يتوقع له أن يتراجع لسوي دولار الآن هناك إشارات على قوته ثلاثة تعيين اليوم حاكم جديد لبنك إنجلتر المركز أنا قابلته عدة مرات بما يعطي إشارة بأن التردد لبريطاني إذا السياسة النقدية والمالية ومستوى تضخم وغيره سيحاكي سياسة جونسون بالإقدام طبع هذا الأمر له انعكسات كبيرة بالبرودة التجارية والمالية بين بريطانيا والإجحاد الأوروبي لكن هذا هو التحدي الكبير كينجح به جونسون أن يأخذ السمار بدون أن يدفع قوتير ضخمة هل يفهم ضمنيا في سياق تأكيد حضرتك أكثر من مرة أن الرابح هو جونسون أو بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي سيخسر كثيرا بخروج بريطانيا على هذا النحو أنا برأيي هناك إدارة جديدة في الاتحاد الأوروبي من البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى رئيسة المفوضية أرسولا فاندرلين وزير الدفاع الألمانية السابقة هي أنجلوفايل تهضم كثيرا الثقافة البريطانية والاتجاه البريطاني قبلتها مرتين أنا وبالتالي أرى أنها خصوصا ألمانيا هي الاقتصاد الأكبر في أوروبا لا تريد الصباح مع بريطانيا لأمور استراتيجية وليس محبة بها لكن بالطبع هناك معارضات دخل الاتحاد خصوصا من فرنسا لتسهيل الأمر لبريطانيا حتى تخرج بدون عقوبات أو بدون فواتير باهظة برأيي هذا الأمر سيلعب على الخلاف الفرنسي الألماني لكن ألمانيا برأيي لها كلمة الفصل في الأمور المالية والاقتصادية السؤال الأخير لك أسف بهاء في القاهرة هل أيرلندا تمثل مشكلة في سياق كل هذه التحليلات والمعطيات لحدرك تحدثت عنها ودكتور ناصر تحدث عنها أنا لديه فقط تعليق بواسط على رأيي دكتور ناصر في حقيقة الأمر للمؤسسة الأوروبية الآن لا تضار بفكر جديد فقط من أتت بهم ألمانيا وفرنسا كذلك أنه طوال الوقت الماضي فرنسا هي من كانت تدير حقيقة الأمر مفاوضة مع بريطانيا لأنه المفاوض الفرنسي هو من كان يعيش كثير من المفاوضات ومن أتى الآن على رأس المؤسسة الأوروبية في الجزء الاقتصادي فرنسية إذن الأمر لم يتغير كثيرا لأن من أتى بهم هما مكرو وميركي ده من جانب من جانب آخر مسألة أيرلندا الشمالية هي مسألة مؤرقة حقيقة الأمر لبريطانيا لأننا أمام تجربة فعلية سوف تحدث الأيام القادمة توضح أن هل سوف يتم منهيار الاتفاق الأمني أو اتفاق الجمعة العظيمة داخل أيرلندا أم لا كذلك أنه عدم وضوح العلاقة بين أيرلندا من جانب وبين بريطانيا من جانب آخر وبين أيرلندا الشمالية نفسها نحن أمام أربع سنوات هي محض بند داخل الاتفاق يقول أنه بعد أربع سنوات يسمح لي الجمعية التي تحكم أيرلندا الشمالية أن تحدد مصير أيرلندا من ناحية السوق من ناحية الاتحاد الجمهوري وهذا كلام لم يرضي أحد داخل أيرلندا أنهم أرادوا وضوح العلاقة كيف يكون التعامل كيف يكون هناك فرية لحركة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا جنوبية هذا الكلام لم نعم نعم أنا أعتذر لحضرتك لضيق الوقت لكن نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تجمعنا بحضرتك وبدكتور ناصر نقاشات ممتدة إن شاء الله أشكركم وشكرا جزيلا من القاهرة الأستاذ بهاء محمود الباحث في شؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية وأيضا أشكر جزيل الشكر ضيفنا للكريم الذي نضم العين عبر الهاتف من لندن دكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي كده مشاهدين الكرام بننهي هذه الحلقة سباق الأخبار مستمر مع حضراتكم وإحنا معكم دائما نتابع أهم وآخر هذه التطورات نلقي عليها مزيد من الضوء في أني المباشر شكرا مشاهدين وإلى اللقاء شكرا